بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي أدريس مقرر جبرى المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الخامس في الوحدة الثانية المطلوب منا في هذا التمرين هو التحقق من أن لمضة 1 ولمضة 2 هي eigenvalues القيم الذاتية للمصفوفة A والتي تقابل المتجهات الذاتية X1 وX2 في البداية نضحق من أن X1 هو متجه ذاتي للمصفوفة A يقابل القيمة الذاتية لمضة 1 تساوي 1 فنضرب A في X1 فيكون الناتج 1 2 0 سالب 3 في 1 0 الناتج عبارة عن مصفوفة عمود 2 في 1 الصف الأول في العمود الأول 1 في 1 بواحد زائد 0 1 الصف الثاني في العمود الأول 0 ناقص 0 يساوي 0 أي أننا حصلنا مرة أخرى على متجه الذاتي X1 لذا وهذا يبين أن X1 هو متجه ذاتي ويقابله لمضة 1 وهي معامل X1 هنا تساوي 1 الآن مع المتجه الذاتي الآخر X2 نحسب A X2 تساوي 1 2 0 سالب 3 ضرب سالب 1 2 النتج أيضا هو مصفوفة عمود الصف الأول في العمود الأول سالب 1 موجب 4 0 ناقص 6 وهذا يساوي 3 سالب 6 نلاحظ أن هذه المقادير هي نفس المقادير في X2 ولكن مضربة في سالب 3 فلو أخذنا سالب 3 عامل مشترك لتبقى هنا سالب 1 وتبقى هنا 2 يعني هذا يساوي سالب 3 في X2 نفسه وهذا يبين أن X2 هو متجه ذاتي للمصفة A تقابله قيمة ذاتية لمضة 2 مقدارها سالب 3 تقابله قيمة ذاتية لمضة 2